مليون علامة استفهام على ملف التحكيم وهنا في برنامج الترند ألقنا الضوء على هذه المشكلة لما استعرضنا في فقرة الفار نهاية الأسبوع الماضي ملف التحكيم كيف يعاني من اللجنة التي تدير هذا الموضوع خلال الفترة الحالية وفي اليوم التالي على طول مباشرة النادي الأهلي أصدر بيان بطلبه استخدام خبير أجنبي كما كان متفق عليه في اجتماع تم ما بين ربطة الأندية مع رئيس اتحاد الكورة الأستاذ جمال علام أيا كانت ردودة الاتحاد أصلحنا خلاص شهر وهنمشي وهتيجي لجنة تانية وهيجي مجلس تاني ودخني على انتخابات الموضوع محسوم ما فيهش جدال رئيس لجنة حكام أجنبي مسؤول تقنية فار أجنبي الناس تقول لي هي الفكرة في رئيس اللجنة بس؟ لا ده تيم وورك الكامل أنا عايز أقول لكم على فكرة اللي حصل في مباراة الزماني كل بنك الأهلي مش قصة محادسة فار ولا خطأ تحكيمي محمود ناجي كان هو حكم المباراة تم استبداله بالكابتن محمد عادل كان على تقنية الفار الكابتن خالد جمال الغندور وكان قابليه مصطفى متحد تم استبدالهم وجي محمد سلام أميدو هل اللجنة عندها تفسير لللي حصل ده؟ ما أعتقدش طب هل اللجنة عندها تفسير النهاردة ليه عامل اجتماع فني في قاعة تخص الاتحاد الافريقي بأدوات تخص الاتحاد الافريقي عشان تعمل اجتماع فني مع الحكام؟ هو الاتحاد للدرجات دي مفهوش فلوس؟ هي اللجنة للدرجات دي مش قادرة تعمل اجتماعات فنية للحكام في مقر الاتحاد أو في مشروع الهدف أو في أي مكان آخر؟ وصلت بك الأمور أنك عشان مش عارف تعمل تطوير دي الأدوات اللي بتكلم عليها رأي تعمل محاضرة واجتماع فني في قاعة تخص الاتحاد الافريقي بأدوات ملك الاتحاد الافريقي وبتستأذن الكاف عشان تعمل اجتماع فني النهاردة؟ مشاكل التحكيم كبيرة محادثات الفار حكم إدى ضربة حرة غير مباشرة محمد سلام ميدو إيه اللي عايزه من المباراة الدوري؟ قبل كده لغى هدف اللي الأهلي محمد عادل إدى فاول والكرة مش ركل الجزاء بتستدعي الفار ليه في ديئة 96 في لعبة واضحة وضوح الشمس؟ ما فيهاش ركل الجزاء وبالمناسبة حكم البوراء إدى ركلتين جزاء على الزمالك إدى ركلتين جزاء على الزمالك وركلتين جزاء ما فهمش نقاش مشكلة كبيرة جدا بنواجهها في ملف التحكيم لكن اجتماع الفني النهاردة اجتماع عاصف فيه تفاصيل كثيرة جدا اللجنة ضرها في تعينات الحكام هل الخلافات عيتبقى فيها موأمات واختيارات؟ وكمان إن احنا بنحاول نختار حكام عشان نخلص على حكام قصة كبيرة جدا من بدايتها احنا بنقفل الملف ونشيل كل ده ونجيب خبير أجنبي ونشتغل من أول السطر ومن بداية الشغل يبقى ناس جديدة تدير الملف ده في ظل الخلافات الموجودة داخل لجنة الحكام تفاصيل كثيرة مش عايز أدخل فيها دلوقتي ولكن كان مهم جدا أبدأ بمكسب الأهلي أزمة التحكيم اللي عاملة رد فعل كبير جدا داخل التحاد الكورة وأنا مستنى رد من التحاد الكورة على المحادثات اللي اتقالت أنا بتعامل دايما مع الكلام الرسمي عايزين نعرف صحة الكلام اللي اتقال ايه عايزين نعرف دور هنا مسؤول الفار ايه اللي كان موجود في غرفة الفار رغم انه مساعد الايه فار قال لحكم الفار محمد سلام اميدو ما تجيبش الكابتن محمد عادل الكورة ما فيهاش حاجة ولكنه أصر ان الكورة فيها احتمالية راك للجزاء ايه الأسباب؟ ايه الموضوع؟ ليه بتتغير حكام الفار وبتيجي حكام تانية؟ ليه هتدى بمحمود ناجو فجأة غيره وجيب محمد عادل هو ما كانش معدفه معسكر الاعداد للدوري اسئلة كتيرة والصفصارات كتيرة نوجيها المين؟ لمحمد فاروق ولا ابراهيم نور الدين؟ كلام كتير قوي عموماً النهاردة معنا فقرة حوالية في برنامج الترند مع الكاتب الصحفي والنقد الرياضي الاستاذ علاء عزت هنتكلم معاه في تفاصيل متعلقة بملف التحكيم مكسب الاهل وانطلاقة الدوري بخماسية وتصدر المسابقة وبعض الملفات اللي اكيد السوشيال ميديا بتطرحها واكيد هنتكلم عليها النهاردة في سياق حلقة برنامج الترند